قهر الرجال معناه ان الرجل يحس بظلم وضرر وقذى ما يعرفش يدفع عن نفسه أو يجيب حقه لحد ما يحس انه كسر لما علماء النفس بحسوا عن معنى قهر الرجال لقوا ان احساس الرجل بالظلم والقهر خصوصا لو كان من اقرب بالناس ليه احساس مدمر ممكن يؤدي للوفاة ممكن يموت مش مجازا أو بالتشبيه كده لأ هو فعلا حاجة ممكن تموت بتموت صاحبها لانها بتضمر اعصابه ومشاعره وخليال عصبية ممكن يجيله جلطة في القلب او زبحة صدرية او انفجار في المخ ويموت لقدر الله وده بجد وده اللي بيمر بيسامح حاليا بسبب اللي عملته فيه مراته مراته السابقة او طلقته حاليا مع انه في يوم الايام كان رجلها وكان ومازال بيحبها لحد النهار ده معقول يكون ده جزاؤه انا عايز اقول طلقته تفتكري 700 دولار دول هيعوضوا بنتك عن ابوها مش هقولك ارجاعي لانه خلاص انت خدتي قرارك بس اقولك على حاجة وما تزعليش مني انت ما تستحقهوش ولا هو مفروض يعني يفكر فيكي اصل عارفة ان كلامي جامد بس برضو مش هقولك سيبي شغلك عشان ترضيه لانك خلاص مبقتيش على زمته خافي من دعوة المظلوم اللي مفيش بينها وبين ربنا حجاب ربنا بينظر للمظلوم ويقوله وعزتي وجلالي لأنصر النكة ولو بعد حين كنت شكة في حاجة واحنا بندور في القصة لان احنا بنرجع ورا كل القصة وبنسأل اسئلة كتير انا وفريد اعداد انت ما كنتيش بتشتغلي قبل كده عارفة لو كنتي بتشتغلي قبل كده وهو قاعدك كنت هقولك ما قدرتيش طب نوصل لحل وسط بس ده جابة روت انت ما كنتش بتشتغلي قبل كده طب هو هيعطالك تفتكري راجل جاي لك وبيخبط عليك وبيعيط وويلك محتاجك وبحبك تعملي في كده اااااااااااااا ده خافي من دعوة المظلوم بجد يعني انا خفت عليك لو بكلمك كاخت انا خفت عليك ما وخلي بالك كمات ودينت ودان دوارة هيجي اللي يعمل فيك كده لو كنتي بتشتغلي وطلب طلب زي ده انا ما كنتش هوافق ما تزعلوش مني رأي ومعروف في طلبات ما بتطلبش ما تطلبش مني حاجة أنا ممكن أجي على نفسي فيها ومقدرش أكمل أقول لك على قصة في حد كنت تعرفه كويس كان متقدم يعني وكنا بنتكلم وكده هو مهندس عايش في دوباي أنا عايز أول إسمه فيه مهندس عايش في دوباي وعرفته من صحابي وقال لهم أنا عايز شوف سالي ونتكلم سالي تنفع لي كزوجة وكده مهم كنت بكلمه بنتكلم في تليفون يعني وشفته قبل كده وكذا مار رحت أنا بقى دوباي رحت مع أمي وكده عشان يعني مفروض نتفق وروحنا راستورانت أو مطعم شي كوي فيعني وانا نزلة بقى بقول لأمي بقى وصحبتي وكده يا جماعة ده هيبقى رهيب هيتقدم لي بطريقة مرعبة يعني هتنزل بقى على السوشال ميديا وأكيد هينزل على رجليه ويجب لي الختم ويتقدم وكده فقعدين فلاقيته يعني وانا بقى عاملة مكسوفة بقى وكيوت وكده خلاص بقى يا جماعة الوقت يجيه وبيتقدم لقيته بيقولني انا حاولته وما قدرتش فقلت وانا عملت حاجة غلط تكمل يابني انا مش قادر ان انا ابقى مع واحدة بتشتغل ومش قادر ان هي تبقى موزيعة انا في شغلانتي دي رفضت حاجات كتير قوي او اترفضت كتير لانه في ناس كتير ما بتحبش يبقى غيران وبيحبش الأضواء وما يحبش الناس تيجي تسلم علي في مكان او الناس تبقى بتحبني في مكان في رجالة كده في رجالة ضعيفة ما بتستحملش يعني انا اسفة اني بقول كده فبصت له كده انا كان رد واحد قلت له انا اسفة ان لما انت عرفتني انا كنت ممرضة وتحكت عليك بقيت موزيعة روحني وخلص الموضوع خلصت مع ان انا كان ممكن اتنازل كان ممكن اعمل زيك وعمل عهد واخونه بس لا يبقى حرام علي حتى لو هو فجئني بس هو قال لي من الاول وانا رفضت من الاول مش عملت عهد وخنته كنت هقولك لو انت كنت بتشتغلي من الاول لا ما ينفعش ان هو يعمل كده وانت يسمح في طلبات ما بتطلبش لو هي مقصرة انا مع ان كل ست تشتغل بس لو مقصرة تقعد وانا منهم ومسؤولة عن كلامي لو انا مقصرة مش تلكيك لو انا مقصرة في بيتي او مع ولادي او مهملة في حاجة هاعد لحد ما شوف انا عايزة الدنيا تمشي ازاي بس لو انا مش مقصرة وبعمل حاجة حلوة وبعملها لله ومقتنعة بشغلانتي مليون في المية وبعمل حاجة تبقى كلكم فخورين بيا وبخب بالي وباجي على نفسي بعمل شغل البيت واعمل شغل الحيال واعمل واطلع في البرنامج واطلع على الهوى يبقى لأ وهي برضو كانت ممكن تشتغل شغلانة حلوة انت توافق بيها انا عارفة انك وفقت وعارفة انك زعلين بص يا سامح انت مغلطتش في حاجة انت قلت طلب وهي وافقت عليه زي ما انت وافقت على طلباتها وطلبات اهلها وكل حاجة كاب بالاتفاق والتراضي لا انت غدرت ولا افتريت ولا خنت انت عملت باصلك وهي عملت باصله لما انت رحت لها كنت صح اوعى تندم عشان لما بنتك تكبر وتسألك انت عملت ايه عشان تحافظ علي تقولها انا عملت ايه انا رحت كذا مرة وبينك وبين نفسك ما تحسش انك قصرت اوعى تفتكر ان دموعك دي ضعف بالعكس او تقلل منك انه في راجل بيعيط لا في راجل بيعيط دي دموع واي حد بيحس ويفهم لازم يحترمها ويقدرها ده طبيعي انت بتحب ولو ما احترمهاش يبقى لا بيحس ولا بيفهم ويبقى ما يستهلهاش الخلاصة يا استاذ سامح مش بعيد يكون كل اللي حصل ده حصل عشان ربنا شايفك مع حد ما يستحقكش او ما يستحقش طيبة قلبك وحب يكشفه لك على حياته قدامك ويزيحه من طريقك بدري عشان تقابل اللي يستهلك وفي الاخر لازم تخرج من اللي انت فيه لازم تتعافى وترجع لحياتك وتعمل زي ما قالت لك الدكتورة في الفقرة اللي فاتت زي ما قالت أمل لازم تتعلم انك تخلي الناس اللي ما لهمش أهمية ما يبقاش لهم أهمية اللي ما يحبكش ما تحبوش اللي ما يستهلكش ما تفكرش فيه ما يستهلش يوم ولا ساعة ولا دقيقة ندم خلاص مش عملت كل اللي عليك ما تندمش كان في إيدك حاجة تانية تعملها عملت اللي عليك كله وبنتك هتفضل تحبك وهتعرف انك قب بجد هستنى منك رسالة جديدة تعرفني فيها عملت ايه ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بقى أبطال تانين في قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة